أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبو القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صلي على محمد وعلي محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين تنزلات عالم سقر التي وقودها الناس والحجار وأحسن الله عزاءنا وعزاءكم بعزاء آل محمد عليهم السلام ورزقنا الله وإياكم طلب ثارهم مع إمام منصور منهم وهكذا تأتي الليالي والأيام أيام إفاضة الحق ورحماته الواسعة أيام هي عند الله أشرق الأيام للعقول وللقلوب أيام هي عند الله يتحقق فيها مقام التوحيد ويتحقق فيها حق الرسالة الكبرى المحمدية المحشور فيها تبيان كل شيء من مقامات التوحيد إلى النبوة إلى الغيب إلى الكرامات إلى أن لو أن قرآن سيرت به الجبال أو قطعت به البلدان أو كل ما به الموتى إلى كتاب ما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إلى كتاب فيه ما من ورقة تسقط على الأرض إلا يعلمها من كتاب يتحدث فيه الله بلسان الصدق لكل منازل الخلقة من المبدأ الأول الذي كان في خلق آدم وسجود الملائكة له إلى انتخاب أرواح الطاهرة لتعين الضعفاء فتحملهم في سفن لتوصلهم إلى هذه الحقيقة إلى مقام التوحيد إلى مقام الآخرة إلى مقام النجاة إلى مقام السلام إلى مقام فيه تبيان كل شيء وما إذا لهذا الكتاب يغطرف منه في الرتب الأول الأنبياء والمرسلين ويغرف منه ملائكة الله المقربين ويحمله جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش لأن جميع هؤلاء ليس فيهم شيء إلا على الإسلام لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الدين عند الله الإسلام جميع عالم الوجود مدين للحق المتعال بالإسلام الذي هو حقائق التسليم والتسليم لا بد أن يكون لأمر وهذا الأمر يعلنه الله سبحانه وتعالى في كتابه للأنبياء وللرسل ولجميع الملكوتيين أنه لحضرة رسول الله ولأهل بيته وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قد دعي عالم الوجود أجمع الذي يدين بدين الإسلام في الإنقياد إلى تلك الحضرة العالية التي عبر الحق المتعال في كتابه عن الأنبياء كإبراهيم وهو شيخهم إني ذاهب إلى ربي سيهدين وتحدث عن موسى وعيسى ونوح وجميع الأنبياء والرسل عليهم السلام على نبينا وأهل بيته أفضل صلوات الله وتحياته حينما قال عجلت إليك ربي لترضى وهكذا بالنسبة لعيسى بن مريم صلوات الله وسلام عليه وهكذا بالنسبة إلى نوح وهكذا بالنسبة إلى آدم فكلهم على ما قدمناه في الليالي الماضية على دين الإسلام ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيد المرسلين معنى سيادة المرسلين أي أنه إمامهم وقائدهم ومبلغهم وهم أشياعه والتابعون له وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أنبأنا في حقيقة تلك الروح الحقيقية له فكانت فاطمة روح التي بين جنبي وكان علي عليه السلام بنص الكرآن الكريم نفس رسول الله ولذلك ما آمن بي من لم يؤمن بك يا علي ونرى موسى سلام الله عليه يقول عجلت إليك ربي لترضى ونرى الله تعالى يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنت لم تعجل إلى الحجب لترى مقام الهداية بل أنك حقيقة الهادي وأن ترقيك في العوالم لتستفيد العوالم منك لا أنك تستفيد من العوالم لأنها كلها تحت رعايتك وهم على دين الإسلام وأنت إمام المسلمين إن رسول الله أنبأه الله تعالى في كتابه بعد أن عرف إبراهيم الخليل عليه السلام إني ذاهب إلى ربي سيهدين قال لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم وأنك لتهدي إلى صراط مستقيم وقال لتلك الحقيقة الروحانية لقلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم التي مثلت في هذا العالم بحضرة سيدة النساء صلوات الله وسلام عليها روح التي بين جنبي يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها بعد أن كان موسى في سيره يقول عجلت إليك ربي لترضى هذه هي حقيقة سيادة العالم هذه هي حقيقة سيادة الأنبياء والمرسلين هذه هي السيادة التي تكون مسؤولة عن كل فاطورة يمكن أن يضعف فيها ذلك الوجود هي بمثابة التشبيه في هذا العالم بمثابة الأب على أبنائه العطوف عليهم يحمل عنهم كل شيء ويؤدي إليهم كل شيء وما يريد بذلك إلا إسعادهم وإيصالهم إلى طريق النجاة وإيصالهم إلى طريق الخلود كان هناك في الزمان الأول تربص لهذه الحقيقة وحسد لهذه الحقيقة أنها لم تمر في صلب إبليس بل مرت في صلب آدم وتوعد إبليس أن يغوي ابن آدم ليسقطه فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته حريصون على أن يستنقذوا من هذا الوجود أجمع كل من ينتسب إليهم إلا ما كان رجسا كما قال سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه إلى ذلك اللعين مروان حينما قال يا مروان إلحن عني فإنك رجس وإن الله سبحانه وتعالى قد طهرنا من الرجس ويعلن حقيقة الأتباع حضرة سيد الشهداء فيميز ويمحس في الزمان الأول كما سوف تتميز الأمة وتتمحس في الزمان الآخر ولذلك أنا أعطي لهاتين الفترتين خصوصية خاصة ثلة من الأولين وقليل من الآخرين وهو تشبيه إلهي والامتحان كان في أول الزمان وفي آخر الزمان وعلينا أن ندرك حقيقة تنزل هذه الامتحانات لأنها مدعوة للدخول إلى مائدة مقام الولاية وليس إلى مائدة فقط أنه يأكل ويشرب كالأنعام من هنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كشف عن وجه هذا الامتحان للأول في الزمان الأول حينما قال لعن الله قتلة الحسين في أول الدهر ولعن الله من خذل الحسين في آخر الدهر إذن هي رتبتين رتبة أولى يمتحن فيها الخلق المتعوس ورتبة آخرة يمتحن فيها الخلق المتعوس وعلينا أن نتنبه لهذه الحقائق لننجي أنفسنا فنثبت على مقام الطاعة لرؤساء سيادة عالم الوجود ونسحف إليهم لنؤدي حق الشكر لهم فنقف بين أيديهم كما يقف الأنبياء والرسل والملكوتيين والروحانيين والكروبيين وجميع خلق الله كما يقول إمامنا سلام الله فوفد نازل ووفد صاعن إلى حضرة سيد الشهداء وجميعهم يؤدون حق الشكر لأن هذه الكلمات قد تحملت عن كل هذا الوجود ما نقص فيها وضعفت عنها فأنجوها وكانوهم الثمن كما قال حضرة سيد الشهداء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما بكى ونظر في أمته أنها قد أسجرت جهنم فقال أنا لها يا رسول الله ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي بقتل الحسن والحسين الحسن بالسم والحسين بالذبح العظيم ولذلك كان ثمنا لمقام الشفاعة لرسول الله من يطلب الشفاعة من محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى كل الناس وهذه ليست دعوة للتشيع إن مقام الشفاعة من يؤمن به كل هذا الوجود كل هذه الأمم من يريد أن يطلب حق الشفاعة من رسول الله لا يمكن أن ينال شفاعة دون أن يؤدي حق شكرها وشكر هذه الشفاعة بدفع من دفع فاطورتها بالحسن والحسين وقد سماهما رسول الله بأنهما سيداء شباب أهل الجنة معنى السيادة أنهم الباذلون لمقام أهل الجنان ومن يحشر الله فيه من الملكوتيين العالين إلى ما هو أدنى وجود في هذا العالم كله على مائدة هذه السيادة السيادة عند الله ليس شيء اعتباري وليس شيء تشريفي كما هو تشريفات أهل هذه الدنيا إنما السيادة تكون بمقام الميزان والعدل ولا يسود المرء إلا من يكون هو الدافع الأكبر والأعلى لكل تسبيح في هذا الوجود ولو من مبدأه الأول الذي كان سبحنا فسبحت الملائكة بتسبيحنا إنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون هذا سمن عليك أن تؤدي حق شكره حينما أتت الملائكة تشكر محمداً وآل محمد عليهم السلام شكرته على تعليمهم التسبيح سبحنا فسبحت الملائكة ومن تسبيح ومن تعليم حضرة رسول الله وأهل بيته الذين هم حقائقه سبحت الملائكة فشع هذا الوجود حيث ورد عندنا إذ خلقت من تسبيح ملائكة يسبحون بحمدك ويستغفرون للذين آمنوا الاستغفار حقيقته للذين آمن وليس لبوال على عقبيه هو متربص بمعصية الله ومعادد لأولياء الله يتمثل ذكراً في لسانه وقلبه قلب شيطان إن الشيطان كان يذكر الله وكان يعبد الله ولكن تمرده كان على آدم فغوى وأصبح رجيماً مطروداً أخرج منها إنك رجيم ليس لك أن تتكبر فيها الهوية هذه أن تؤدي حق الشكر كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربة حينما تدفع هذه الفاتورة تستحق أنت الاستغفار وتستحق الشفاعة وتستحق كل شيء لأنك قد أديت شرط الله ولم يقبل الله سبحانه وتعالى أن يدخل كل أحد في شفاعة حضرة رسول الله دون أن يؤدي حق الشكر وثمن الشكر قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربة التي تعني ولاية والتي تعني نصرة والتي تعني زحف وفداء وهي رتب كلما ازددت شكراً في مقام المودة لآل محمد كلما ازددت علواً ولا يتصورن أحد أن هناك يمكن أن يكون علو يتخيله الإنسان إلى الله كما تخيل إبليس أسجد لك سجدة لا أقوم منها حتى تقوم الساعة فقال يا إبليس إني أحب أن أعبد من حيث آمر أنت لن تسجد لي ولو أردت أن تسجد لي لأطعتني وهي بحقيقتها الطاعة لولاية إمام الزمان صلوات الله وسلام عليه في آخر الدهر وهي الطاعة لحضرة سيد الشهداء في أول الدهر خط الله سبيل الله لا يمكن أن يكون فضاء في عقلك يتخيله كل إنسان على هواه إن سبيل الله بسبيل أوليائه ومن يطع الرسول فقد أطاع الله ومن يطع الرسول فقد أطاع الله الله ليس غيمة يمكن أن تتصورها ويخطف فيها الشيطان وتتصور أن الذي يتحدث معك هو الله إن الحسن البصري حينما قال له أمير المؤمنين عليه السلام ما منعك أن تخرج معنا لقتال هؤلاء قال يا عملي سمعت صوتا يقول يا حسن أمكث في دارك إن القاتل والمقتول في النار قال وتدري من كان ذلك قال لا قال هو أخوك إبليس المخاطب في ذهنك وعقلك هو إبليس وقد ورد عندنا في الأحاديث حتى إذا تصلت عليهم وأخرجهم من ولايتنا ولو بالمعالدة وأنا أوردت بأدنى ما أن يخرج الرجل عن دين الله أن يقول للحصنوات ويدين بذلك ويعادي على ذلك فيتلاعب به فيريه الحق باطلا والباطل حقا إذن ليس الاستغفار والتوبة هي مقام الذكر وأن تعقد حاجبك وتقول يا الله لا أريد هذا أبليس بيقعد وبيضحك عليك وبيمد دجراء هناك حقائق للتوبة التوبة التي تفرح قلب سيد الشهداء والتي تفرح قلب حضرة إمام الزمان صلى الله عليه وسلم عليه مثلها مثل التوبة الذي جاء فيها الحر بن يزيد الرياحي الحر لم يقف في خيمة عمر بن سعد وقال أستغفر الله الحر لم يأتي بذنب عادي الحرب كان حربه مع الله الأكبر ومظهرها الأعلى إذ كان يجعجع بمن؟ بيركب سيد الشهداء ورئيس الجنان أنتما كفتي الميزان وأمكما لسانة مش أنتوا بتقولونه سيدي شبابي أهل الجنة بالجنة فيش أنبيا ورسل وملائكة وملكوتيين وكروبيين ليش كانوا هاتنين سيدي؟ ليش؟ ليش مش كل الأنبياء أسياد مع النبي ليش النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيد العالمين وسيد الأنبياء والرسل ألم يرفع الله سبحانه وتعالى كل وجود بعلمه وإيمانه؟ حيث قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات إن رفعت رسول الله بإتيان مقام العلم المطلق الذي فيه تبيانه كل شيء وقد قدمنا في هذا البارحة إذن إذا كان كل شيء بين يديه فهو ماذا؟ فهو فوق كل شيء وهو أول شيء لأن بيده كل شيء نعم بالدنيا هو آخر المبعوثين في دار الدنيا لكن في الحقيقة التي ظهرت في كل شيء وبعد ذلك تدرج الوجود فورث كل وجود ما يقدر عليه وأن عيسى عليه السلام لم يقدر إلا عن عنوان لأخبركم بعض الذي تختلفون فيه وليس كل الذي تختلفون فيه وهكذا بالنسبة إلى موسى سلام الله عليه أن كتب له في الألواح من كل شيء موعظة ولم يكتب له كل شيء وهكذا بالنسبة إلى إبراهيم يحتاج إلى الزحف إني ذاهب إلى ربي سيهدين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الله لا وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم أنت بتنزل الأنبياء والرسل والوجودات كلها بتطلع تطلع لوان لو إليتك لعندك لتتعلم وأنت نور الأشباح المتقلب في الأصلاب وفي الساجدين الله ما قالكم أن نتقلب في الساجدين وتقلبك في الساجدين هذا الوجود المتلألئ الذي كان يسدد النوران الذي كان يتسدد به أهل السماء وأهل الأرض جبرائيل وقت اللي كان يجيب الوحي لرسول الله مش جاي علمه هو يجب أن يتنزل من مقام الغيب إلى مقام الشهادة فحمله أمينا على قلبه وإن كان هو يعلم جبرائيل نزلوا 23 سنة الله بيقول في قلب النبي أنزله في ليلة مباركة واحدة فأنزله جبرائيل لرطب الوجود أن يشهد رطب الوجود جميعا أن يستفيد من هذا القرآن هو مش بس تنزل للنبي هو تنزل للوجود لأدنى رطبة التي هي عالم الدنيا وكانت هذه هي وظيفته ولذلك ورد عندنا في كثير من الرواة قبل تنزل جبرائيل بالقرآن عليه حينما ولد صلى الله عليه وآله وسلم الذي يعني نفس محمد وأنفسنا وأنفسكم حينما حملته فاطمة ابنة أسد ماذا قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشحون هو يتلو القرآن مقلبه القرآن وجوده القرآن الله يقول للنبي لا تعجل به لا تعجل به قبل من قل لك بلغه لضعف الوجودات ولضعف ولحكمة وللعدل هناك تقسيمات في التنزل التنزل إظهاره يحتاج إلى حقوق ولا يظهر إلا بحقوق أسماء الله العادلة والحكيمة والحافظة يعني بعض الجهلة بتطلع فيه هيك بتشيله ما الله عمل له هيك يعني ما عمل هيك لأجل الحكمة مش لأجله لأجل التقدير الإلهي والحكمة الإلهية والحقوق والتنزل وهو لا يحتاج إلى هذه الحقيقة هو ينتظر الضعفاء أن يسيروا بهذه الحقيقة من أهل السماء ومن أهل الأرض إذن من لم يؤدي حق الشكر لآل محمد لا يمكن على الإطلاق أن يرث من هذا الكتاب شيء وفي هذا الكتاب الأمان والنجاة والمغفرة والتوبة والجنة والزحزع عن النار وكلها نجاة الدنيا والآخرة والبرزخ وكل شيء ما لم يؤدي لا يمكن على الإطلاق فكيف بمن عاند وأشرك وترصد لآل محمد عليه السلام في كل فضيلة وحق لهم كيف يمكن أن يغفر الله سبحانه وتعالى له أنا قدمت هذه المقدمة لأعلن هوية الاستغفار الله بيقول له استغفرت أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم لك حتى النبي إذا استغفر لأقوام عاندوا مقام الولاية الله سبحانه وتعالى لا يغفر لهم أكثر الله سبحانه وتعالى بيقول له لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس أصل الرسالة بيضيع معنيها الوجودي لأن الحامل لها بمقام العدل يجب أن يؤدى حق الشكر له الله لا يرتضي الفساد في دار الوجود معنى الفساد هو الخروج عن الحدود العادلة ولم يشكر الخالق من لم يشكر المخلوق المنعم له الله وعدك بالخير لكن بشرط أن تشكره ومعلوم لا يمكن أن يشكر الله ما لم يشكر سيد الأنبياء محمد وآل محمد الذين حملوا مقام عالم الوجود فقال الله قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة بعض الناس بيقول لك قرآن لك حرف واحد من القرآن أنتم ما بتدركوا ما بتدركوا مثلكم مثل من كتب الصحيفة وحشد فيها تلك الآيات القرآنية يريد بذلك أن يطفئ نور الله يريد بذلك أن يطفئ نور الله هذا هو الإسلام والقرآن الذي يأتي به حضرة إمام الزمان صلى الله عليه وسلم عليه بدين جديد قد ضل عنه الجمهور هو ليس دين جديد أن البشرية راحت إلى أقصى الحدود في الضياع فأصبح هذا الأمر جديدا عليهم فأصبح هذا الأمر جديدا عليهم لبدوا يتهيأ لمواجهة الدجال ويقوم مثله مثل من بقي مع طالوت وداود لمحاربة جالوت وإن كانوا قلة فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله عليه أن يحقق هذه المبادئ نعم تكليفنا الدفاع عن حريم الإسلام تكليفنا الدفاع عن العقائد الإسلامية لكن الثبات وعدم الإنخداع حتى ما يصير في صفين تانية إذا رفعت المصاحف ما ننخدع لأن هناك أقوام سوف يقولون لإمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه ارجع من حيث أتيت لا حاجة ننابك إنك جئت لتشق الأمة ومشروعنا منه هك بس ديروا بالكم هذا مش رح يتثنى بالتاريخ هذا مرء بالزمن حتى يتحصن فيه المؤمن عبر كل زمن إنه ما ينخدع بهذه الحقيقة وأمتنا بذلوا المهج وبذلوا الدماء وتحملوا ما تحملوا لإظهار مقام هذه الولاية لأنه لو سقطت فما بلغت رسالتها ما في قيمة الله بيقول لك ما في قيمة هو عم بيقول لك يا عم اللي بعت الرسالة عم بيقول الله اللي بعت الرسالة هو اللي عم بيقول وأن لم تفعل فما بلغت رسالتها حريم الإسلام دول الإسلام هذا الشيء مطلوب في الفقه الإسلامي يجب أن نقوم له وأهل الحل والعقد هم أدرى بالقيام به لكن الحقائق حقائق الحقائق حقائق لن تتكرر المصاحف وسيكون الإسلام عندنا من الآن وقبل وبعد إلى آخر الزمان هو حضرة بقية الله الأعظم صاحب الزمان صلوات الله والسلام عليه هو المعنى هو الحقيقة هو السبيل هو الحق مش يتقولون عليه كتاب الله الميزان شخصه الله ألكم ما في مشاريع الله ألكم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرشس أهل البيت ويطهركم تطهيرا هو المشروع المعروف ما أمرتم به والمنكر ما نهيتم عنه والحق ما رضيتموه والباطل ما أسخطموه فعل الإمام هو الذي يدلك على الطريق وليس خيالات الكتاب وليس خيالات المتخيلين إن مع إمام الزمان لن يتكرر التاريخ أبداً ولو اقتضى العمر وسيقتضي العمر وسوف تتدخل الملائكة مباشرةً وجبرائيل عن يمينه وميكائيل عن يساره وأسرافيل أمامه والملائكة حجة حوله أنصاره هذه ليست ستتكرر لأن الإنغماس في البدع سيمسخك قرد وخنازير كما أورد ذلك الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه وأن المسخ هو لعنوان أهل البدع في الدين بعدين جاي البدع هلأ الحمد لله بفضل الله مراجعنا للأمر بفضل الله تعالى هم أدرأ بمقام الكتاب الله وعترة أهل بيتي لكن حينما يخرج كل سيصة صيصته هنيك إله هنيك إله يا محلى اللي بيقولوا هلأ في أو مروا عن الكعب كشك لو عمر النبي كشكا أفضل يعني دكان صغير نعوذ بالله من ذلك كلما ازدادت ازداد الظلمة ولن يكشف هذه الظلمة سواء في الظلمة الميدانية التي يقوم بها الطغاة والمجرمون في هذه الدنيا أو الظلمة القلبية أو الظلمة العقلية بين أيدينا كتاب الله وعترة آل بيت رسول الله ما جاء بإجماع هذا الكتاب وهذا الطراث نحن ملتزمون به وبذلك مأمورون ونسأل الله أن يثبتنا على ذلك حتى يكون مثالنا مثل الملائكة التي سجدت لآدم الملائكة التي سجدت لآدم إذن هذه الحقيقة التي يفرح بها أولياء الله أن يجد قلب يعود إلى إمامه بمعنى أنه يأتمر بأمره لأن الكفر في آخر الزمان يصبح على شريعة ويمسي على شريعة بمعنى أن خروجه من هذا الدين هي مصار الشريعة يعني ممكن أن يقول لك أني مع علي وشريعته غير علي جاء بدين غير كتاب الله وعطرة أهل بيتي ويمكن أن يقول لك أني مع علي ويبتدع في الدين يمكن أن يقول لك أني مع علي والإمام الزمان وما شاء الله عندنا أناس أيها الأخوة والعياذ بالله أي ظلمة هذا الذي يخرج في آخر الزمان قبل سنة من الظهور عتل زنيم أسود القلب أسود الوجه تداولته أيدي العاهرات يدعي لولدي شوفوا بيقول له أتباع شوفوا الصورة من القبح هيك إنسان وقت لي بيدعي الأمزان بيصير يقول له إيه وياك قديش بدأ تكون الظلم والعمى موجود قديش بدأ تكون الظلم والعمى موجود لابد أنك أكثر من الذنوب ولم يبالوا بتوبة فحجب الله قلوبهم وطردهم من ولاية آل محمد إلى ولاية أعدائنا فعميوا فأراهم لإبليس الباطل حق والحق باطل بس توصل لنا هلأ ماشي لو شوي زاهد وشوي ما شاء الله بيصلي بالجامع والجمعة وبيقرق القرآن كمان كان شوي ها بخادع بس تداولته أيدي العاهرات توصل له هون يصير هيدا له أتباع يعني شو بده يصير بالمستقبل لكن يا أخوين نحن عم نحكي هيدا العلوم لنمهد لإمام الزمان لأن الممهدين لإمام الزمان هم الذين ماذا كمشوا قلوبه أزمة قلوب شيعتنا كما يمسك ربان مقود السفينة من نمهد لإمام الزم بين الحق اكشفوا الريب اكشفوا العمى العمى وأصل الذنب مش يشغلك إبليس بالبكاء والخشوع في الصلاة فتغتر فيصدك عن أبواب الله وهذا أعظم ذنب يمكن أن تتمثله ليش لأنه تمثله بالأولى قال له بسجد لك سجدي وحدة قال له يا إبليس إني أحب أن أعبد من حيث أمر فتشوا أمر الله وين وطعوه وما تركبوا أمر الله من عقولكم أمر الله أنا مش عبقلك نروحوا وشككوا الناس وضيعوا الناس وجيبولهم تأصوصة رواية مجموعة التراث الروائي المجمع على عن شيعة آل محمد من التراث الروائي وطبعا في بعض الجهلة أجلك الله الحمقى اللي بدي بينفخ إبليس بعقولهم بفكروا حالهم عقلهم كبر لا حبيب معبه هوا منه كبير بيلك ما رواية رواية أنت لو بتعرف كيف تنقح الحديث وتنقيح الحديث وهو ليس ما ورد بحثنا في مثل هذه الليالي كيف تنقح وعرد على خمسة من الأئمة سلام الله عليه ونقح وكيف وصلك وقدش كلف العلماء من التنقيح على عبرها التاريخ من دماء وأموال وتشريد وهجران وغير ذلك كنت بتقعد مع الجهلة مش بتسكت على كل حال إذن هي توبة عن الأصل وتوبة عن الفرع وأنا في السنين الماضية علي تحدث في هذا لكن بآخر الزمان نحن حقيقة نحتاج لتوبة لأن صفة آخر الزمان طوبة للغرباء غريب ليكون دين جديد قد ضل عنه الجمهور يعني أهل الدين غرباء سيكونوا ومش بدل بعض الأجلق الله المجنين يعني بيكمش رواي وبصير بدو كسر الدنيا كلها المؤمن وغير المؤمن واللي بيعرف وغير بيعرف وأني المؤمن وأني الغريب مش هاكل هيدا هبل هيدا جنون معنى الغريب هي الدين والدين ولايتنا آل محمد يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول طوبة للغرباء غريب وهيدا ممكن يكون بأي مطرحة من مطار هذه الأمة مسكين مستضعف آه لمساكين شيعة في آخر الزمان أنا أدعو إلى هذا لأن القابض على دينه قل قابض على الجمر فهنيئا لمن قبض على دينه وكان كالجمر في يده بدأت كلفه كتير طبعا هو مش مطلوب منه أنه يروح يحكي المطالب العظيمة قدام الضعفاء حتى ما ينكروا طبعا كل هذه المبادئ مطلوبة وكنت فكروا أنه يعني يطلع ويخانق نحن لحد ديت هلأ عم نحكي القرآن وأني بعد ما تحدست في يوم من الأيام بسر من الأسرار وموجود ديروا بالكم موجود بالقرآن وموجود بالروايات أنا لا أتقول لست نبيا ولا وصيا ولا ولي أنا عبد صغير أنقل حديث آلي محمد وكتاب الله أسأله أن ينور القلوب أن نور ولايتنا في قلوب المؤمنين لأضوأوا من هذه الشمس لكن بما أن الأهواء ستكثر صاحب الهوى يحتاج إلى سنة يؤول القرآن حتى على إمام الزمان مؤمنها حشر الصغير سيتقولون كتاب الله إذا خرج المهدي لاقى أشد صلى الله عليه وآله وسلم لاقى أشد مما لاقى رسول الله قالوا كيف ذلك يا مولاي قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج والناس تعبدوا الأصنام فدعاهم إلى توحيد الله تعالى ولكن إذا خرج الحجة ابن الحسن تقولوا عليه كتاب الله شلون أنت جاي تصنع هيك هذا خلاف القرآن هذا مش خلاف القرآن عندنا يحتج على أقوان في الكوفة ثلاثة أيام يمهلهم بالاحتجاج إمامه بيحتاج ثلاثة أيام يجبلون أي قرآني لش مش هو القرآن ما أريت في كتاب الله بقية لكم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين أكيد أنتم لستم من القوم المؤمنين أنتم ممن يستحق القتل إمام زمان بيحتاج ثلاثة يحتاج وهذا الإمام وهذا الإمام وهذا عهد الله لرسول الله ولجميع الأنبياء لكن الاغترار في السلطة يتصور أحدهم أنه آلهة شنو تقول أنت هذه مو تفسير هيك يعني عشوية رح يقول له الزمخشري ما ذهب إلى هذا والرازي ما أهل هيك إنها لله وإنها لله ليست هذه مظلومية غربة إمام الزمان صلى الله عليه وسلم غربة إمام الزمان مش قاعد الشريد الطريد لجعلوا حقيقة الشريد الطريد هي مجهولية هذه الحقائق ومجهولية التوبة عنها هذا اللي جعلوا شريد طريد هذا اللي جعلوا شريد طريد أكثر من ذلك يقاتلون الإمام تخرج على الإمام طائفة من الدسكرة ستة عشر ألف طالحين تقاتلوا إمام لا طب خلينا نفتش نحن شو اللي بدوا يكون عائق بوجه الإمام بلش نزيله من الآن هيدا كل اللي أنا اشتغلته كل هالفترة ما أحد يركب بخياله أمور ينفخ له في أبليس نحن أردنا أن نمهد للإمام أنه كل عائق ممكن أن يقف بوجه ويخدع المؤمن يخدع المؤمنون فيه خلينا نزيله ونثبت أركانه من هلأ هيا كل أقل ما يمكن أنا فيما كلفه الله لطالب العلم أن يبين أنا أود حقي وأخواني أهل الحل والعقد يؤد حقهم والفقهاء يؤد عليهم ما عليهم لكن تكليفنا أن نزيل من فتن المؤمنين مع إمام الزمان شو جاي ونوعي المؤمنين حتى لا ينخدعوا فإذا سقطوا إذا خرق كتب لهم الخروج أولئك سقطوا ضعاف سقطوا ضعاف وهيك من يكون عم ترحم الجهلة فيهم علينا التمهيد الفكري لحضرة إمام الزمان صلى الله عليه وسلم حتى ما تيجي ساعة ظلمة يصبح العتل الزنيم الأسود الوجه أسود القلب الذي تداولته أيدي العاهرات ممن يدعي لولدي وويلا وويلا أنتم ما بتقبلوها عبيوتكن هايدي عبيوتكن شو جايين بالمستقبل بعد على كل حال هذه هي الفرحة التي يجب أن نتوب من الفروح نبادر إلى التوبة في أي زلة وفي القلب وقت اللي بيغفل عن سيد الشهداء وعن إمام الزمان يحتاج إلى توبة يحتاج إلى توبة أنا كيف مريت هذا النهار وما ذكرتك فيه هذا يحتاج إلى توبة عدم أداء حق آلي محمد في أداء حق الشكر يحتاج إلى توبة ما رحت على المجلس وبكيت يعني شو عملت أنت وبتقله لأ الله ما أنا صليت لك ما تطلع شو عملك من الخيرات أنت لو بتعرف فس حركت الكريات البيض من الكريات الحمر لتبقى كل ساجد كل حياتك ما بتوفي لله عز وجل هذه النعمة لذلك قال الله سبحانه وتعالى في كتابه إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون مما يعني مس الشيطان وانقياد القلوب سواء إلى الذنوب الفرعية أو إلى الذنوب الأصلية تعمي ما الذي يجعل الإنسان بصيرا التوبة التوبة مظالم الأخوان ستبقى أعمى إلى أن تؤدي حقهم ما في داعي يعني لا يخلو مجلس عندنا إلا وينال فيه أحد تبهوا أي حب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتم فكرهتم انتبهوا والله من نلعب لتوصل الرد بالعتل الزنيم يدعي لولدي خلينا نشوف شو حاطين ببطوننا شو حجبتنا أليس غيبة المؤمن وهدك المؤمن وسلب أموال المؤمن والعياذ بالله وخروجنا كالذئاب فيما بيننا ينهش بعضنا بعضا ويأكل بعضنا بعضا أليس هذه بحد ذاتها مس من الشيطان ألم يقل سيد الشهداء أن الغيبة أديم كلاب أهل النار أديم كلاب أهل النار لقى بكفره وبعدين ما شاء الله بنزل فيه ذبح طولوا بالكم طولوا بالكم أخوان المؤمنين والله عنكم وقت أنتم تفكروا فلان وفلان عنكم وقت يعني أنت بتصلي أنت بتقعد بين يدي الله أنت تتذكر إمام أنت بتقضي حوائج أخوانك أنت بتواسيهم أنت بتظهر مرؤتهم والدفاع عنهم بالحلم بالكلمة الطيبة لا يكن بعضكم على بعض كالأسود والذئاب فإن رسول الله وسيد الشهداء والأم أمروكم أن يحلم بعضكم عن بعض أنا مش عاب بيحكي بس لرايات رايات تحدث عننا مفصلا اليوم نحتاج لصفوف المؤمنين أن يلتفتوا إلى هذه الشريعة مش بعنوان العقد والله هي ما بدها تعقيد كثير خلص أنا بديش كون هيك ما بيحب حبيبي ما بديها ما بيحب رئيس العالم ما بديها ما بيحب رئيس الجنان سيد الشهداء ما بديها سيدي شباب أهل الجنة هيدا الفرق بين توبة المؤمن والعود والعود إلى الله والعود إلى إبليس 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 إجا جيت لعنده بيمسح فيك الأرض كل الدهر ويظلوا يعيرك ما أنت خلفت نهان كسروا له راسه هاي صفات إبليسية الله مش هيك الله سبحانه وتعالى إذا أجد تائب يفرح وقد ورد في الروايات يفرح كمن يجد أحدكم بغلته الله إذا بيجي التائب لعنده بحبه ولذلك قال الله سبحانه وتعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فمن أحبه الله لم يعذبه ولم يهنه والتائب الله سبحانه وتعالى يمحي عنه الديوان وينسي الملائكة التي كتبت عليه الذنب أنه كان من هذا الذنب والله ظلم خيه والله شرد والله عمل والله سوى والعياذ بالله وقع بالفواحش والله 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 الله سبحانه وتعالى ينسيهم بينما الدجال وإبليس بده يضلوا يعيروا لآخر حياته فيه هذه صفات الدجال وهيدي صفات الله وأوليائه لذلك شهداء كربلاء حينما جاء الحرف فرحوا جميعا به ولم يبقى أحد إلا وقبله هذا المجعجع بركب الحسين والذي أدخل الرعب على عيال الحسين ملأوا بالعبسة وملأوا بالتشهير وبالكسر بلقوه بالفرحة لأن فعلهم هو فعلوا إمامهم وفعلوا إمامهم وفعلوا الله الله يقول إن الله يحب التوابين وهيدي إلى دخل بآخر الزمان وهي آية تختص للرايات أيضا كذلك الأمر وقد وردت في راية اليماني والخرساني زين في الكافي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى نمرأ بسرعة اليوم وعدناكم ألا نتأخر عليكم ولولا أنكم نعم تذنبون حتى تشوفوا خلق الله قدش حابب حابب يظهر أسماءه الغفور الرحيم السطار أسماء كثيرة في هذا لولا أنكم تذنبون عابب يحكي مقام الشيعة فتستغفرون الله ولو بالغيبة وغيرها دروب لكم ما تستهينوا بالغيبة الحسد قلت لكم للأسف أكثر المؤمنين واعين بهك ما حدا بيرضى لخيه يبرز له ذرة خير لك إذا عنده ولاد زيادة ليش هو لش بدي يشوف نغرب يفز بليس عم يشوف حاله عليك يا عم لا عم يشوف حاله علي شوفة الحال فقط لرسول الله وأهل بيته وما دون الخلق ما في شوفة حال لمخلوق ما في قيمة لمخلوق قيمتك بتنفيذ هال ما بتنفيذ هال ما لك قيمة لا بالملكوت ولا في قلوب الأولياء ولا في قلوب المؤمنين بيقوله لولا أنكم تذنبون فتستغفرون الله لخلق الله خلقا حتى يذنبوا ثم يستغفروا بيخلقهم ضعاف ليه لأنه هذا الاسم بيظهر فيغفر الله لهم إن المؤمن مفتة تواب أما سمعت قول الله عز وجل إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين قال استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ثم توبوا إليه من شو يا ربي استغفر من شو هل صدّت عن الحسين لأنه هي ذنب آخر الزمان خاذي ليه هذا الرأس أول الاستغفار بالسجد لآدم وعدم السجد لآدم الله شو قال له بليس بدك تستغفر ما عندي مشكلة بيقبل طوتك اسجد لآدم اسجد لآدم ورد عندنا هذا في حضرة أمير المؤمنين مرة حينما لقاه قال يا أبليس ليش عصيت قال له عصيت بدك قال له هلأ استغفر واسجد لآدم يمشي الحال قال له ما أقدر ما أقدر حقد الحسد نعم عن أبي جعفر عليه السلام يقول إن الله تعالى أشد فرحاً بتوبة عبده من رجل أضل راحلته بيفرح لا لأنه الله الغني بيحب يعطي بيحب يعطوا أهل البيت لا جيون من الحر شيء ولا جيد عدد الحر ولو أذن سيد الشهداء صلوات الله وسلام عليه لقدرة أبي الفضل إنها تشتغل مش لأهل السماء وجنودها لايكو يا أخوان وتلدفع الفاتورة سيد الشهداء حشد الله سبحانه وتعالى كل الظلم كل الظلم اللي كانت بالسماء وظهرت إلى حق الظهور واللي بيجهنم والشياطين والأرود والسعدين كل شيء فيه ظلمات هو اللي هجم على كربلاء لذلك سيد الشهداء والفضل هدوا هايدي وعنها كانوا قوم غرباء أنصار كربلاء إجهنم طووها طووها بالقدرة العادية التي لم يأذن قال له ما بأذن لك هلا يا أبي الفضل تحسما لأنه في ناس بدأت تخرج من الأصلاب بدأت تقوم علينا الحجة في ناس بدأت نعمه في ناس كذا ما فينا في ناس أشقياء قطب بماذا يمتحن هذا الخلق متعوسزا سوف تمتحنون بالحسين ولذلك لعن رسول الله قاتله أول الدهر وخاذله آخر الدهر فإذن التوبة تبدأ من هنا مش تقل لي بزجد سجدي كل الدهر ما برفع راسي منا بيكون مثلك مثل إبليس الله ما قبل له لإبليس قال له ازجد لآدم تبع لك قل له ما أقدر ما أقدر نعم إن الله تعالى أشد فرح بتوبة فرحا بتوبتي عبده من رجل أظل راحلته وزاده في ليلة ظلماء ثم وجدها بلا شربه بلا وان قطع بالصحرة قديش بيكون حالة النفسية مشتاق للماء ولضالته فوجدها فوجدها فالله أشد فرحا طبعا ما بتشبيه الله ما بينتقل من حال لحال مظهر الله هو مظهر بآيات خلق خلق فجعل رضاهم رضا وغضبهم غضب وفرحهم فرحا وحزنهم حزنه من ذلك الرجل براحلته حين وجدها أكثر عم بقوله أكثر أشد أشد ليلة ظلماء واحدا قطع بالصحرة لا أكله لا داب شو سووا يا ربي أكثر يفرح لأنه يحب أن يبذل إليه يحب أن ينجيه مدد يذ حضر السيد الشهداء إلينا هي لتعطينا لكن النبي بيقعد بالجنة وأهل بيته مش أنه بيترقب الجنان بينزل للجنان جنته أنه يبذل للجنان إشراقها وضياءها جنة رسول الله هو البذل بدليل قول الله وأنك لتهدي إلى صراط المستقيم هذه جنة رسول الله أن يعطي جنة الحسن والحسن أن يعطوا أن ينقذوا ولكن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا إلا أن يشرك بها وقت توصل لعنوان الشرك بالجدلك بس ما بيسجد لآدم الله ما يرتضي ما بيرضى ولذلك بماذا يمتحن هذا الخلق المصحوس حتى تحقق آية العدل بتفسير القمة عن أبي عبد الله عليه السلام قال لما أعطى الله تبارك وتعالى إبليس ما أعطاه من القوة قال آدم يا ربي سلطته على ولدي وأجريته مجرى الدم في العروق وأعطيته ما أعطيته فما لي ولولدي فقال لك ولولدك السيئة بواحدة والحسن بعشرة أمثالها حسن بكتب لكم إياها عشرة عنده سلطته عليش شو سلطته أجرى مجرى الدم في العروق هل أد محيط فينا إبليس نحوج بالله ليش حتى يعظم ابن آدم فقال آدم عليه السلام يا ربي زدني لأله ولولدي بعد عطيني أكتر يعني هذا محيط رح نظل حياتنا كله سيئات قال التوبة مبسوطة إلى حين يبلغ النفس الحلقوم ما دام عاين وقف عن التوبة التوبة مقبولة طيب التوبة بتدفع نيران لكن ما بتبني جينان فقال يا ربي زدني عشانك قال له آدم يا ربي زدني بعد قال أغفر ولا أبالي حسبي وقف آدم قال له حسبي أغفر ولا أبالي لو قال أغفر كان بعد بقل زدني ولا أبالي يعني أنا ممكن غير الديوان أقلب سيئاتهم حسنات وهذا ما قالك ش أنت ما حدا قاله علي شي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون في دفاتر كتير في أثمان للحسين في شفاعة لرسول شفاعة إلى ثمن دفع دفع الحسن والحسين وسيدة النساء وصبر أمير المؤمنين وغيبة إمام الزمان والمظلومية الأمة وصبرهم على هذا البلاء قال حسبي قلت له جعلت في داك بماذا بماذا استوجب إبليس من الله أن أعطاه ما أعطاه سأل الإمام الراوي بأي شيء زرارة يسأل الإمام الصادق كيف عطاه السلطن على ابن آدم فقال بشيء كان منه شكره الله عليه الله وقت اللي بيشكر بيملك قلت وما كان منه جعلت في داك قال ركعتين ركعهما في السماء في أربعة آلاف سنة ركع ركعتين بالسماء أربعة آلاف سنة نحن إذا بيصل ثلاثة أيام بيقول يا ربي بتتذكر لأول بتتذكر بيضلوا حامل لأبر لولد الولد ما بين صلى ثلاثة أيام على وضوء يعني واحد كمان ما نمش فيهم نعم أربعة آلاف سنة عملته أخرج منها إنك رجيم ليس لك أن تتكبر فيها ما تخادعكم الأبالس فطلقي عليكم الخشوع سواء في الصلاة أو في العمل أو في الفقاهة أو في الجهاد أو في أي شيء لتغتروا بولاية أهل محمد بالأمال للصدوق عن إمام زين العابدين عليه السلام في حديث طويل إلى أن يقول فاحذروا أيها الناس من المعاصي والذنوب فقد نهاكم الله عنها وحذركموها في الكتاب الصادق والبيان الناطق لا تؤمن مكر الله لا تأمن مكر الله وشدة أخذه عندما يدعوكم إليه الشيطان اللعيم من عاجل الشهوات واللذات في هذه الدنيا فإن الله يقول إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون يعني بس مس الشيطان بصير للإنسان شو أعمى فاشعروا قلوبكم خوف الله وتذكروا ما وعدكم الله في مرجعكم إليه من حسن ثوابه كما قد خوفكم من شديد العقاب فإنه من خاف شيئا حاذره ومن حذر شيئا نكله فلا تكون من الغافلين المائلين إلى زهرة الحياة الدنيا رأس زهرة الحياة الدنيا هي السلطان الجائر والعياذ بالله مش العادل حتى ما يخلط الإنسان بشيء فكونوا من الذين مكروا نعم فتكونوا من الذين مكروا السيئات وقد قال الله تعالى أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم التفتوا من هذا وفي تحف العقول عن الباقر عليه السلام يقول إن المؤمن معني بمجاهزة نفسه ليغلبها على هواها فمرا يقيم أودها ويخالف هواها في محبة الله ومرا تسرعه نفسه فيتبع هواها فينعشه الله فينتعش ويقبل الله عثرته نعم ويقيل الله عثرته فيتذكر ويفزع إلى التوبة والمخافة فيزداد بصيرة ومعرفة ومعرفة لما زيد فيه من الخوف لأن المعارف إنما تتأتى من مقام الخوف يا رب ما تأخذني بهذا الذنب أنا سلبت مع الخي أنا اغتبت أخوي روح تحدث عنه بالحسن لما زيد فيه من الخوف وذلك بأن الله تعالى يقول إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون كيف بيصر كل ما زاد في الخوف بيذكر لأن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى ما محتاج لشي ما شيء أمور ولذلك هذه كانت سنة في الأنبياء أن تؤدي حق الشكر فتتوب السجدة لآدم وبعدين التوبة تجي للعصيان قال الله لنبيه فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التوابر رحيم أول شرط الإقرار بالكلمات لأنه حينما يقول أسألك بحق محمد يعتبر أنه اتغى إلى ربه الوسيلة الإسلام ينادي وابتغوا إليه الوسيلة هذا نداء لآدم فما دون من الأنبياء لذلك تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه أستغفر الله وأتوب إليه بلا محمد وعلي وفاطمة أسألك لا يقبل منه ويغفر ما دون ذلك أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك بأمال الصدوق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال سألت النبي عن الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه قال سأله بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إلا تبت علي فتاب عليه نبي ومعصوم وكل داود فغفر ذنبه ونجاه فلان سواء بالنجاة أو بالتوبة يحتاج إلى هذا المفتاح ما ممكن ينفتح خير من غير أدائه حق الشكر لأن الله يقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في الكربة ولذلك قال الله تعالى ولو أنهم الظلموا أنفسهم جاءوك ما قال له استغفروا قال له جاءوك أول الشيء والمجيء إلى علي وولده الأمة ومجيء إلى رسول الله من زار علي فقد زارني ومن زارني فقد زار الله ومن زار الحسين فقد زار علي مش هيك عندنا نحن نعم ولو أنهم الظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما المجيء إلى رسول الله مجيء إلى معانيه مش إلى الصورة محمد من غير آل هو صورة بلا معنى محمد وآل محمد هو صورة المعنى لذلك لاقين رسول الله في كربلاء بحقيقة محمد لأنه يقول إنهم مني وأنا منهم وتصور أن الحسن والحسين والأمة من غير رسول الله هذا ليس محمد وهذا ليس قدوم إلى محمد فمن يأتي إلى محمد يبتر آل محمد هو لن يأتي إلى محمد بل أتى إلى صنم خلقه في ذهنه وبالتالي لن يغفر الله له مش هيك القرآن بالكافي يقول عن أبي عبد الله يقول في قول الله عز وجل أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فاعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا يعني والله فلانا وفلان أول وثان وثان خالفوا عليه وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع ما في نبي نحن أرسلناه لأنتوا تفكروا من عقولكم نحن منرسل النبي ليطيع لأن الطاع بالأساس لله سبحانه وتعالى بابها ومعرفتها سفيره تعاملوا هيدا بالملوك بس ما بتقبلوا على الله إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم الظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما يعني والله النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلي مما صنعوا أي لو جاءوك بها يا علي فاستغفروا الله مما صنعوا واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم عرفتوا ليش حب علي إيمان وبغضه كفر لأن الله سبحانه وتعالى قال لن فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم لأم شو شجر بينه ولاية تعالى النبأ العظيم قال أبو عبد الله عليه السلام هو والله علي بعينه ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت على لسانك يا رسول الله يعني به من ولاية علي ويسلموا تسليما لعلي ويسلموا تسليما لعلي بالمناقب لابن شهر آشوب أيضا كذلك الأمر يروي عن محمد بن علي عليهم السلام أنه قال أذنب رجل ذنب في حياة رسول الله ذنب صدر والعياذ بالله فتغيب حتى وجد الحسن والحسين هذا الرجل راح بطل يجعل جامع بطل كذا حيف يعني تغيب حتى وجد الحسن والحسين في طريق خال شايفون الضروبة بطريق خال فأخذهما واحتملهما على عاطقه حط واحدهم وواحدهم يعني إجل عند النبي جايب حلاوة ما إلى رب وأتى بهما النبي فقال يا رسول الله إني مستجير بالله هو بهما فضحكا رسول الله صلى الله عجيب ضحك واحد مذنب ضحك لابد أن فعل هذا المذنب المقدم بين يديه الحسن والحسين هذا التقديم شيء نوره أعظم من نور الذنب الذي أتى به فحرق الذنب وشع الضياء ولذلك جهنم تستغيس إذا صار عليه على الصراط يا علي جزء الصراط فإن نورك أطفأ لها به قعر جهنم كله بينطفي فهل أطفأ الحسن والحسين نيران ذلك الذنب وتتوقعون أنه أستغفر الله لا مشيك قدموا بين يديكم رسول الله ليستغفر لنا سيدي لا نقدم بين أيدينا وليس في جعبتنا إلا الحسن والحسين هلأ حاشة لنعل الحسن ولنعل الحسين أن تستقر على عاطقنا نحن نخجل من كرامتهما هني أسياد الوجود ونحن عبيد صغار ولكن نتوجه إليك يا رسول الله بالحسن والحسين وبعلي وبفاطمة والأمة وبغيبة إمام الزمان وبمليكتك الكبرى سيدتنا زينب إلا ما غفرت لنا وتبت علينا وفرجت همنا وغمنا وكشفت كربنا وأكرمتنا شو بعرفني هالرواية حملتني أني أسأل هذا السؤال أسأل الله عز وجل أني يكون صائب فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى رد يده إلى فمه يعني شو تقهقه مستبسا تقهقه ثم قال للرجل اذهب أنت طليق وقال الحسن والحسين قد شفعتكما فيه فأنزل الله تعالى ولو أنهم الظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله طوابا رحيم زوار الحسن والحسين والأئمة هم الذين جاءوا رسول الله فاستغفروا الله فسأل رسول الله لهم المغفرة إن أول من يسأل لزائر الحسين وزائر الأئمة في الاستغفار تنظر فاطمة فتقول ينظر الحسين في جده وأبيه وأم يخي يقول هذا زائري فيستغفر له رسول الله هذا موجود والله مش موجود لذلك في الكافي عن أبي جعفر قال التائب من الذنب كما لا ذنب له والمقيم على الذنب وهو مستغفر منه كالمستهج يعني أنا أستغفر الله أستغفر الله هذا متائب ولذلك قال وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى هم نؤراها كلنا لكن شو معنى هتا عن أبي جعفر عليه السلام قال قال الله تعالى في كتابه وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى قال والله لو أنه تاب وآمن وعمل صالحا ولم يهتد إلى ولايتنا ومودتنا ويعرف فضلنا ما أغنى عنه ذلك شيئا يعني إذا ما ارتد لولايتنا ما أغنى عنه ذلك شيئا يعني ما إجا لرسول الله والله شو قال ولو أنهم اذظلموا أنفسهم جاؤوك واستغفروا الله ساعتها الله بيغفرهم يعني وهذا وقت لحمل الحسن والحسين قال له أنا هو أسيادة وأني بواليهن وما بواليهن وفي تحف العقول عن علي بن الحسين عليه السلام نعم في تحف العقول أفوا يا جندب يهلك المتكل على عمله ولا ينجو المجترق على الذنوب يا إمام الصادق عليه السلام يا ابن جندب كل الذنوب مغفورة سوى عقوق أهل دعوتك وكل البر مقبول إلا ما كان رئاء يا ابن جندب احبب في الله وبغض في الله صار واضح طريق الله شو من يقوله بمقالاتكم هذا طريق الله الله أطيعه الله وأطيعه رسوله للأمر منكم من أحب من أطاع هؤلاء فهو محب لله مش متل بعض الناس يعني أنا عشان الله بحب الله بحب البشر كلهم لا مش هيك واستمثك بالعروة الوسقة واعتصم بالهدى يقبل عملك هيك بيقبل عمل هاي الشروط التليتي الحب في الله والاستمثاك بالعروة الوسقة التي تعني ولاية آل محمد فقد استمسك بالعروة الوسقة والاعتصام بالهدى إنما أنت منذر ولكل قوم انهاد قال الهاد علي عليه السلام فإن الله يقول وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى فلا يقبل إلا الإيمان والإيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بيقين ولا يقين إلا بخشوع وملاكها كلها الهدى فمن اهتدى يقبل عمله وصعد إلى الملكوت متقبلا والله يهدي من يشاء إلى سراط مستقيم وعن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يا كميل أرأيت وهان انتبه منيح يا أخوان حتى نفكر التوبة من شو نصير يلهينا بليس بشوية فروع ويجب التوبة منها ويترك لنا الأصل يا كميل أرأيت لو أن الله لم يظهر نبيا ولا كان في الأرض مؤمن نعم وكان في الأرض مؤمن طقي أكان دعاؤه في الله مخطئ أو مصيب بلى والله مخطئ لأنه مش نبي حتى ينصبه الله عز وجل ويؤهله يعني إما نبي وأما وصي يا كميل الدين لله فلا تغطرن بأقوال الأمة المخدوعة التي ضلت بعدما اهتدت يعني برسول الله اهتدت وضلت حينما فارقت عليه وأنكرت وزحدت بعدما قبلت يعني بعدما قبلت النبي يا كميل الدين لله فلا يقبل الله تعالى من أحد القيام به إلا رسول أو نبي أو وصي يا كميل هي نبوة ورسالة وإمامة وما بعد ذلك إلا متولين متغلبين ظالين معتدين يا كميل إن النصارى لم تعطل الله تعالى يعني ما أنكروا الله ولا اليهود ولا اليهود ولا جحدت موسى ولا عيسى ما أنكروا عيسى وموسى قالوا النبي هذا ولكنهم زادوا ونقصوا وحرفوا وأخذوا فلعنوا ومقطوا ولم يتوبوا ولم يقبلوا وذلك لعنهم الله وجعلهم خالدين في جهنة وأيضا أبا ذر يروي عن رسول الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إنما مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها غرق إنما مثل أهل بيتي فيكم مثل باب حطة من دخله غفر له فالمستغفرين الذين يغفر لهم مشروط أن يؤدوا حق شكر ومن لم يدخله لم يغفر له ليه لأنه اللي بيدخل الملائكة تستغفر لشيعة علي هذا بيحتاج ذنبه مش بس كلمة هذا بيحتاج مئة سنة الملائكة تتولى ذلك فإنه ليست من فئة تبلغ مئة إلى يوم القيامة إلا أنا أعرف ناعقها وصائقها وعلم ذلك عند أهل بيتي يعلمه كبيرهم وصغيرهم وفي كامل الزيارات من زار الحسين عارفا بحقه غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر إلهي بالحسين الوجه وجده وأبيه وأمه وأخيه وأخته العظمى الكبرى ملكتنا زينب وبنيه وآلهم الطيبين اجعلنا ممن قبلت عمله وغفرت ذنبه وادخلنا في الصالحين وأعنا على أنفسنا بما تعين به الصلحة على أنفسهم أكشف عنا كيد الكائدين ومكر الماكرين وغدر الغادرين وابدلنا من بغضة أهل الشنان المحبة ومن حسد أهل البغي المودة أنك ولي الأحسان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر